السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم وحياكم الله لأخوة الكرام سؤال للناس اللي بتسألني إذا أنا ما عندي في البلد المقيم فيه صفارة وأنا كان مواطن مثلاً مصر أو سوريا أو من الدول اللي عندهم أصلاً صفارة بلاروسية وهو مش مقيم في هذه الدولة شو العمل أو شو الحل الأفضل أنك تتأكد من الشخص اللي رح يرسلك الدعوة إذا المطار وافق وختم عليها ختم المطار مثل الختم اللي أنتوا شايفينه يعني الأمور تمام ممكن تأخذ الفيزا بالمطار بس إذا المطار ما ختم عليها ورسلك مجرد دعوة فلازم أنت تجيب الفيزا من السفارة بغض النظر عندك أنت سفارة أو ما عندك سفارة بمعنى آخر الختم الموجود على الدعوة هو اللي بقرر وين تأخذ الفيزا إذا موجود ختم المطار معناته أنت تأخذ الفيزا بالمطار إذا مش موجود ختم المطار فلازم تأخذها بالسفارة كيف هذه الأمور بتصير؟ وبتصير هذا بيرجع للشخص اللي بقدم لك على الدعوة سواء دعوة سيحية او دراسية موضوع الدعوة الدراسية انا حكيت في فيديوهات ثانية بخصوص الدعوة الدراسية اذا انت مثلا مواطن سوري مقيم مثلا بالمملكة العربية السعودية اذا الجامعة بتوافق انه تطلع تاخذ الفيزا بالمطار ما فيش اي مشكلة موافقه لازم تروح على دولة فيها سفارة بيلاروسية حاليا معظم الدول العربية اصلا ما فيها سفارات بيلاروسية ما فيش لا دولة قطر والامارات ومصر وسوريا هذه الدول العربية توقع فقط الموجود فيها سفارة بيلاروسية بالفترة الاخيرة بشوف في ناس كثير سواء بيكتب لقربات او بيكتب براسل الناس بقولوا انا بالديفيزا ما فيش اشي اسمه بالديفيزا فيه اشي اسمه الهدف اللي انت جاي فيه على بيلاروسيا سواء دراسي سياحي تجاري فكل هدف له دعوة فحتى انت تأخذ الفيزا البيلاروسية لازم يكون عندك دعوة سواء من جهة رسمية لان افرض مثلا جامعات من شخص معين من شركة سياحية على هذا الاساس انت بتأخذ الفيزا فيه ناس بفكر الدعوة مجرد الدعوة الورقة اللي بطلعو لك ايها برسلو لك ايها هي هذه الفيزا وبيجوا على المطار وبرجعوه من المطار لانه هو اصلا معه دعوة ما عندوش اساس انه يأخذ الفيزا اذا مختمة مثل ما حكيت لكم من المطار للدعوة ممكن تأخذ الفيزا بالمطار بس اذا انت مرسل لك الدعوة وصورة الدعوة وانت لازم تأخذ الدعوة فيه الصفارة فقط حصرة لازم تأخذها بالصفارة ممكن يرجعوك ورا اذا ما كانت شل الدعوة وانختمة بالمطار عشان هيك الرجاء انك انت تقرأ كل شيء قبل ما تيجي تتعرف على القوانين البلد قبل ما تيجي فيه ناس كثير بتبهدله فيه ناس كثير ما بعرفه خاصة في الفترة الاخير طلعت شركات كثيرة يعني معروفة وغير معروفة وصار فيه مشاكل كثير فانت قبل ما تيجي لازم تتأكد انت وين رايح وليش جاي وشو الهدف هل هدف سياحي غير سياحي لانه مثل ما بتعرفوا الهدف السياحي هو ثلاثين يوم فقط مش اكثر من ثلاثين يوم فيه ناس يفكر انه اذا بد ياجي بفيز سياحي ممكن ضل شهر وشهرين وثلاثة واربع طبعا شهر ممكن بس كحد اقصى شهر حسب المدة المكتوبة عندك بالدعوة اللي ارسلك ياها صاحب الشركة او الشخص اللي انت تعملت معه انلخص الموضوع بشكل سريع جدا وين بتاخذ الفيزا او اللي يحدد انك وين تاخذ الفيزا هو المطار اذا كان عندك ختم المطار انت بتخذها بالمطار اذا ما كان عندك ختم المطار لازم تخذها بالسفارة البيلاروسية سواء في بلدك او في بلد ثاني لازم تروح له وخاصة اذا انت كنت مواطنين الدول التالية مصر سوريا قطر ما عندهم مش بيزة اللي هو مصر وسوريا الدول الثانية اللي ما عندهم سفارة اصلا ملل الاساس بحق لهم انه يجوا ياخذ بالمطار ولكن بعد ما يكون الختم المطار موجود على الدعوة سواء دعوة دراسية سياحية اي دعوة ثانية لازم يكون الختم المطار ختم المطار هيك شكل مثل ما حكيت لكم بالبداية بس اقرأوا اتأكدوا اعرفوا يعني اخذوا مع اعلمات قبل ما تيجوا على بلاروسيا وتحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته